موسيقى مرحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور وقولة فقرات حلقتنا النهاردة باكرا يا رب تسمع صوت الحقيقة انه الكتاب علمنا ان الايمان بدون اعمال ايمان ميت ازاي ممكن يكون ايماننا حي وازاي يكون عندنا شهادة حية وحقيقية لإلهنا ونعلن بها ايمان هاي عمر دا ما هيكون من غير اعمال وعشان يكون في اعمال لازم دايما يكون في علاقة حقيقة بتربطني بربنا لازم يكون في اختبارات يومية لازم يكون في جهاد يمكن الكلام النظري لما نقف قدامه نحسنه قد ايه صعب انا ازاي ممكن اعمل كده ازاي اعمل اثمار طليق بالتوبة واكون يعني شجرة مسمرة متكونش شجرة يبسة او زي شجرة التين اللي لعنها السيد المسيح فضية من جوه نهاردة هنتأمل اكتر في انجيل معلمنا لوقة ونشوف ازاي ممكن نصنع اثمار طليق بالتوبة سيدني وشرفني المهندس عماد مونير الخادم بكنيسة الشهد العظيم ماري جرجس بقليوب اهلا بحضرتك صباح الخير كل سلام حضرتك طيب قبل ما ابدأ معاك ونشوف فكرة السمر وازاي يكون فيها سمر وازاي ما يكونش شكل خارجي من بره جميل لكن من جوه فوضي معاكم مع كل السادة مشاهدين نسمع الجزء ده من الاصحاح ونرجع لكم فاصنعوا اثمارا طليقوا بالتوبة ولا تبتدئوا تقولون في انفسكم لنا ابراهيم أبا لاني اقول لكم ان الله قادر ان يقيم من هذه الحجارة اولادا لابراهيم والان قد وضعت الفأس على اصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار يمكن منقف قدام العبارة دي او الجزء ده ونسأل هل ده عقاب هل ده توضيح في ان اللي مش هيكله سمر او اعمال ده هيكون مصيره وازاي رب ما وصلتش للمصير ده لان طول ما انا فيا نفس وعايش انت مديني فرصة للتوبة والان يكون فيا سمر وايمان حي انا برحب حضرتك مرة تانية شوانس اهلا بيك ولو اخدنا فكرة عامة عن مضمون الاصحاح قبل ما نقف عند الجزء ده الاية دي لها اهمية في الندير سالة من يحنى المعمدان بيبتدي بيها بشرطه بيبتدي بيها كرسته بمعمودية التوبة فبتدي في بداية الاصحاح يبتدي يتكلم عن ازاي فعلا المعمودية اللي هو بيكرس بيها ان هي معمودية لازم تصحب بتوبة مش بشكل مظهري ودي بداية بعد ظهور يحنى المعمدان بعد حوالي تلاتين سنة يظهر شخصية يحنى المعمدان واقف بينادي بشيء جديد امام اليهود كلهم بيعد طريق المسيح بشكل جديد بينادي بمعمودية من اجل التوبة ويبتدي يركز انا عايز يا جماعة توبوا واصنعوا سمار طريق بالتوبة ما ينفعش تعيشوا المعمودية بس ففي الاصح ده الخلفية اللي بتدور حين الاصح هي كرازة يحنى المعمدان بداية ظهور يحنى المعمدان فبيظهر هنا الاعداد لمجيء المسيح لازم الناس تستعد لمجيء المسيح بالتوبة تستعد لمجيء المسيح بالمعمودية كشكل ظاهري للتوبة يبتدي الاول يبقى فيه توبة ويعتمدوا بمعمودية التوبة من اجل مغفرة الخطايا يعني نقدر نقول التأمل ده او اختيار الجزء ده النهاردة رسالة استعداد لكنها رسالة من يحنى المعمدان ومن نسبة حتى الاحداث الميلاد اللي احنا فيها رسالة استعداد لمجيء المسيح لاستقباله لاستقباله بالميلاد صحيح طب لما نقف قدام الجزء الاول اصنعوا اسمارا طليق بالتوبة فيه صمر يليق وصمر لا يليق غير طبعا ان فيه صمر وما فيش صبر لكن نقدر نقول السمر اللي يليق بالتوبة معناها ايه هو الاول يحنى المعمدان ابتدى يشبه الانسان هنا هو تشبيه كده مختفي وشجرة وبيطلب من الشجرة ديت ان تكون بتعمل صناعة سمار والصناعة هنا كلمة صناعة كلمة دقيقة ان هي توحي بمجهود وعمل ما فيش حاجة اسمها ان انا داخل كده هعمل حاجة كده اه هعمل لكن مجهود وبذل مجهود دي صناعة اي صناعة تحتاج مجهود تحتاج وقت تحتاج بذل تحتاج من الانسان تركيز ان هو يقوم بالصناعة دي فيوحنى كان الحتة دي حتة قوية جدا صناعة التوبة صناعة الصمار اللي تليق بالتوبة صناعة الصمار تحتاج من الانسان محاسبة للنفس صناعة الصمار تحتاج من الإنسان على طول استعداد دائم بالتوبة بالاعتراف بالتناول أنه يبقى قريب للكنيسة فالصناعة هنا كلمة دقيقة توحي أنه لازم الإنسان يكون له مجهود لازم الإنسان يكون له بزل ليس حاجة تيجي بالسهل كده أوقا لكن يوحن عايز يقولهم على فكرة أولا تفتكروا أن أنا منادي بالمعمودية وتيجوا تتعمدوا وتدخلوا هنا أنه خلاص الموضوع انتهى هو عايز يبتدي لو لاحظنا في أول إصاحه وابتدى يوبخ اليهود شوية بشدة يقول أنتوا فين أنتوا مكانكم هنا وابتدى مكانكم مش جايين تتعمدوا وخلاص وابتدى يوجه رسالة قوية يا جماعة المعمودية مش هي الحل لكن تصحب بعمل اللي هو عمل التوب وعمل محاسبة النفس فأنت اللي داخل تتعمد لا وأكن يوحنى بيوجه رسالينا إحنا بقى أنت اللي داخل تعمل داخل الكنيسة إيه هدفك نلاحظ أن القديس أرسانيوس كان عايش في الأصور بيعلم ولاد الملوك كل تعامله نقدر نقول مع الناس اللي هم أصفى حاجة في المجتمع مع أرقى ناس في المجتمع مع ولاد الملوك مع الناس دي كلها بيتعامل مع كل ده ابتدى يروح للرهبانة ابتدى وهو في الرهبانة نلاحظ أنه ابتدى يلاقي مشاكل في الأكل شوية مش متعود عليه لقى شوية مشاكل بقى بعد كده حس بشوية زهق بشوية مش حاس كده فابتدى يكتب يقوله كتب على باب قال ليته القول اللي بيتحط على صورة كديس أرسانيوس قال أرساني أرساني تذكر فيما خرجت لأجله أكنه بيحط الهدف اللي هو فيه عشان يسعى ليه احنا ممكن نشيل اسمنا نشيل اسمه كديس أرسانيوس نحط اسمنا فلان فلان تذكر فيما خرجت لأجله لو أنت فعلا رايح الكنيسة هل رايح بشكل مظهري ولا رايح فعلا تقدم صمار تليق بالتوبة لأن غياب الهدف ده أزمة يعني أنا أعيش أو بعمل حتى تقوس معينة وأنا مش عارف الهدف في الآخر إيه يعني بس هو بعملها أو فكرة إنه هو ده هيبسط ربنا وهيفرحه وأنا مش مأثر وروح لأب بالعتراف أنا معلمها على كل حاجة عندي في النوتة تمام لكن إيه بقى الصمر الداخلي لجواي أو أنا حسيت بإيه تغيير في حياتي وده الشيء للأباء السيد المسيح حتى في كل كلامه مع اليهود وتوبيخه ليه توبيخ للمظهرة أنتوا تشبهون خبورة ما بيضى من الخارج أنتوا بتعملوا الدنيا كلها كانت مظهرة في العبادة لكن العمق اللي يقصده السيد المسيح اللي هو التوبة الحقيقية الصمر الصمر ده يبان بالاتضاع الصمر ده يبان في الانصحاق في الصفات اللي قال عليه السيد المسيح لياروا أعمالكم الصالحة فيما جدوا أباكم في السماوات فهي حاجات لها مظهر طبعا لها الانعكاس الشخصي على كل شخص فينا طبعا حياة حلوة مع ربنا في نفس الوقت الكلام ده بيظهر في أفعاله مع الناس بيظهر في توبته بيظهر في حياته اللي عايش فيه فإحنا لو لاحظنا حاجة زي كديس أرسانيوس وتركيزه في الهدف شيء قوي جدا إن احنا نبتدي نركز على أهدافنا ونستعدل للرسالة دي لما نقول اصنعه صمارا طريق بالتوبة كل واحد يحاسب نفسه وإحنا مع نهاية السنة أنا موقعي فين من ربنا أنا موقعي فين من السنة اللي فاتت دي كلها فين موقعي مع ربنا يعني فيه أب كان كان بيحكي بيقول يعني هم مش بيقول حاجة على الاعتراف وبيذكر موقف كده قال إن فيه واحدة جات له في الاعتراف قالت له يا ابونا أنا بقالي أنا جاي اعترف النهاردة بقالي 25 سنة باجي الكنيسة بتفرج بس على الموضة اللي موجودة أقابل اللي موجودين لكن أنا باعترف لك إن بعد 25 سنة دي أنا أول مرة أصلي أداس وابتدي أركز فيه أبتدي أرفع قلبي فعلا ربنا ففيه ساعات مروحنا للكنيسة واعتيادنا على المروح واعتيادنا على الاعتراف واعتيادنا على الحاجات دي كلها يصبح روتين ملهوش عمق يصبح أكأنها شجرة عاملة ورق كتير من غير صمر وهنا يوحنا نخلي بالنا في الآية دقيق جدا إن يذكر صناعه صمر مش صناعه ورق مش صناعه مش اجبره مش مظهر مش مظهر لا ده ناء صناعة الصمر وصناعة الصمر يعني معناه في تضحية معناه إن في بازل مجهود معناه الشجرة طبعا عشان تصنع الصمر جزرها بتتغزى في الأرض بتسحب كل المعادن وكل المواد والمية وتبتدي الصمر ياخد وقته إن هو يبتدي يزهر والورق مش مفيد بحاجة زي الصمر يعني أستاذ المسيح لما راح عن شجرة التين ويقول الكتاب إنه كان جعال ما لقاش فيها حاجة إيه اللي هيغزي إيه اللي هيغزي أو إيه اللي هيشبع من جوه ما فيش وده الطب بتاع الإنتاج يعني ده الخلاص بقى دي النهاية دي الحاجة للإنسان المفروض يوصل له يعني فيه ناس توصل لورق بس لا فهو ما فيش ورق لأ احنا عايزين صمر طلع إنتاج والصمر ده على فكرة يعني زيما يقول الكتاب الصمر طبعا الإنسان لو بصينا على الشجرة بيتغز على صمر الشغرة دي يعني شجرة بتظهر بتظهر فايدة لللي حواليها مش لنفسها وبس مش يظهر مظهرها مثلا بتخيلنا شجر التفاح شجر التفاح منظر التفاح آه الشجرة مظهرها جميل شكلها فعلا شجرة لها إنتاج ولها إنتاجية يعني إنها لها علاقة حلوة بربنا وفي نفس الوقت لللي حواليها اللي يبصّلها يقول إيه جمال العلاقة دي إيه جمال المظهر اللي ظاهر ده ده مظهر حقيقي ده مظهر مصحوب بصم شوية ورق صحيح طيب ليه هنا يوحن حدد أو تكلم عن أبونا إبراهيمة ليه قال أنه يقدر يقيم من الحجارة أولاد الإبراهيم وتشبيه يعني ما نقف قدامه ليه شبه ده أولاد أبراهيم بالحجارة موضوع أبونا إبراهيم طبعا لأن كل اليهود لو بصينا حتى بولوس الرسول ما جاء يكتب رسالة مجمع ليهود الرسالة إلى العبرانيين عابر هو جد إبراهيم اللي هو أبو كل اليهود فيبتدي يحط أبونا إبراهيم كشخصية كأب ليهم ويفتخروا بيه لأنهم كان دايما يوحن لما يكلمهم عن التوبة ويكلمهم عن المعمودية ويكلمهم عن العيشة مع ربنا يقول لك إحنا لنا إبراهيم أب إحنا أبونا إبراهيم يفتخروا بنسبهم إحنا إحنا اللي عملنا وإحنا أجدادنا عملوا ده أهم حاجة بالنسبة له افتخار باللي عملوا الأجداد مش باللي أنت عملته حتى الأباء يبتدوا يتكلموا زاكديس إمبروسيوس والأباء يبتدوا يتكلموا ويقول لك ما تفتخرش بالنسب المولود يفتخر بما هو له مش بالمراسل الذي أخذه يعني إحنا نهاردة نقول إحنا أحفاد الفرعنة بس إحنا النهاردة بنبني ونقول نقدرنا نعمل عشان إحنا أحفادنا مثلا الفرعنة عملوا أهرامات الشخص بقى إحنا إحنا عملنا إيه إنت عملت إيه أنتكت إيه أظهرت إيه أنا أقعد أفتخر أن أنا ليه تاريخ كذا أنا على فكرة في ناس تفتخر تقول على فكرة ده أنا أجدادي كانوا ناس كانوا أباء أسقف كانوا أباء كهنة في الكنيسة وكانوا معاص كبار وكانوا خدام لهم كلمة جمدة طيب وإنت موقعك فيه فيه ناس يجي تسألها أنا كنت أنا كان زمان بابا بيأخدني للكنيسة وكنت كان حاجة كبيرة جدا وكنت بحضر وعظاته طب موقعك فين الموقع موقعك أنت فين يعني قابلت مرة شخصية هي شخصية يعني إنجليزية مش في مصر فشافت يعني كان وقت الصوم الكبير فبقول أننا صايم الصوم الكبير وكده وبتدي تحكي عن الصوم الكبير ونحن الصوم الكبير بيزبق عيد القيامة فهي كانت ستة كبيرة يعني مش حد صغير فقالت لي صوم الكبير قلت لها وأنتوا عم بتصوموش قبل مثلا الإستر وقبل عيد القيامة وكده قالت لي أنا أفتكر أن جدتي كانت بتصوم جدتها يعني هي جدتها كانت بصوم وهي حد ستة كبيرة وهي حد ستة كبيرة فبنتكلم يوحن المعملان تده يوجه الرسالة دي أوعوا تفتخروا باللي فات بص أنت عملت إيه أنت موقعك في أنك كل نفسها تتحاسب وكل نفسها تتحاسب عن موقعها مع ربنا ومش هتكرم عشان جدها كان كذا عشان أعمالك عشان الأعمال اللي أنت هتعمل الظبط ما تدوش تقول لنا إبراهيم أب أنت بتكلمنا إزاي إحنا أبونا إبراهيم إحنا اللي هنقول لا مفيش حاجة كده شان من فكرة اليهود حتة وراسة الملكوت وحتة أنهم أكنهم خلاص هم شعب الله المختار أنت ما تفتكرش أن أنت بس أنت موقعك فيه مع ربنا ما تقولش أن أنا هنا خلاص أنا أبونا إبراهيم خلاص كلها داخلين وراء أبونا إبراهيم لا كل واحد هيحاسب على أعمال ويحاسب على المبوط طبعا الحجارة الجزء الثاني في الآية حتة الحجارة الأباء قدوا فيها معنيين أول معنى قال قال إن ممكن تكون الحجارة القسوة يعني الشعب القاسي وترمز للشعب مش اليهودي بقى الشعب الأمم قال الحجارة دي زي الشعب اللي هو ما يعرفش ربنا ربنا لو أنتم ما أمنتوش هيخلي الشعب القاسي اللي قاسي القلب والشعب اللي بعيد عن الله هو اللي هيمشي مع الله وإنتم مش هيكون لكم نصيب يعني بتدى يتكلمون لو أنتم فاكرين إن هيخليهم أولاد الإبراهيم فعلا أولاد حقيقين ونلاحظ هنا أن يوحنا بتدى يوضح وهتفتكروا إن أنتم عشان ولاده إن إبراهيم ماشي مع ربنا إن أنتم بقى عشان ولاده أنتم كمان هت هتورسوا الملكوت لا ده أنا هخلي بقى ناس مش ولاده وناس بعاد وناس لو أنتم شايفينهم قلبهم حجر وقلبهم بعيد عن الله لا أنا أخليهم أمم قاسية أنا أخليهم يبقى أولاد الإبراهيم دول يقبالوا الدعوة عنكم ده أول رأي فيها تاني رأي قال إن ممكن تكون الحجارة يقصد بها الأمم اللي بتعبد الأوسان وبتعبد المعبودات الحجرية كلها الأمم اللي بتعبد معبودات حجرية ربنا قال لا أنا ممكن دول أولاد الإبراهيم أحسن منكم يكون لهم أعمال إبراهيم صح ويقصد هنا يوحن يوضح لو أنت ابنه اعمل أعماله لو أنت ابنه امشي في طريقه لو أنت ابنه اعكس الصفات دي يعني زي ما بيقولنا زي ما تكلمني السيد المسيحي يقول يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينيك طرقي امشي زي أبوك يعني بيكلمنا بصفة البنوة كده امشي زي أبوك بالظل صحيح إنعكاس الصورة زي ما بيقول زي ما إحنا أولاد الله فلازم أعمالنا تتفق مع أننا أولاده وتمجد اسمه وناخد حتى من رأي الأباء سواء في الحالتين أو في التأملين إن الله لما جه وتجسد جيل الجميع يعني فكرة أو مفهوم شعب الله عند اليوم ويحنا أبي يزيل الفكرة حتى حتى تغير شعب الله هو كل من يؤمن ويعمل أعمال صالحة ورد الله هو دلوقتي بقى من شعب الله اخذ من حضرتك رسالة أخيرة ونعتبرها رشدة نهاية السنة عشان نستقبل بيها سنة جديدة الرشدة الأخيرة هي في قول القديس ماريس حائس عن التوبة بيقول إنها النفس المنصحقة الرجع إلى الله إنها الركب الخاشية والعيون الدامعة والقلوب المنكسرة إنها أم الدموع والانصحاق والاتضاع لأن التوبة تلت كل هؤلاء وتحطم كبرياء الخاطئ وتفتت قلبه الصخري وتدخله إلى حياة الاتضاع لكنه عايز يقول إن يا جماعة عشان أبتدي أتوب لازم يكون عندي اتضاع عشان أبتدي أتوب لازم يكون عندي انصحاق لازم أبتدي أحاسب نفسي يا رب أنا موقعي فين منك دلوقتي أنا بعدت فعلا يا رب أنا أصرت في كذا وكذا وكذا وإحنا مع نهاية السنة أبتدي أقول أنا موقعي فين منك يا رب أنا عارف أن أنا بعدت السنة اللي فاتت في كذا وكل واحد هيقدر يكتشف ذاته لما يقعد مع نفسه جلسة محاسبة نفس جلسة كده يشوف إيه الحاجات اللي كان متكبر فيها إيه الحاجات عدم التوبة بينتج عن كبرياء إحنا لينا أبونا إبراهيم أنا في الكنيسة خادم كبير أنا بعمل وبسوي وبفسر كتاب وبعمل 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 فأنت موقعك فين من الله بص ابتدي الأول نقطة اتضاع ابتدي الأول ابز الجهد في البعد عن الغلط ده دي الصناعة بقى عشان ابتدي أعمل صناعة أول حاجة ابتدي أتضع نمرة اتنين أبز الجهد إن أنا أبعد عن مصادر الغلط نمرة اتنين محاسبة دايما للنفس نمرة تلاتة ابتدي أتجدد دايما بالتوبة بقى والاعتراف على طول على مرسة سر التوبة والاعتراف يعني ابتدي دي الصناعة بقى لو عايز اعمل صناعة صح ابتدي اول حاجة اتضع نمرأ اتنين ابز الجهد في ان انا ابعد عن غلط تلاتة اعمل محاسبة نفس اكللهم بقى كلهم بطوبة مستمرة واعتراف مستمر في البابا شنودة في كتاب حياة النقاة والبر ابتدى بيقول ان اجالي خطاب من شاب عشان محدش يجيله احباط من موضوع التوبة ده قال انا جالي خطاب من شاب بييائس في حتة التوبة وابتدى يقول اسئلة اكيد بتدور في ذهنه كل واحد مننا فبيقول الشكوى الاولى اللي بيشتكي فيها الشاب بيقول انا يائست ومفيش فايدة مني بابا شنودة قال انا رحت جاي راضد عليه قلت له ما تخافش لا تشماتي بيا عدواتي فاني ان سقطت اقوم دي اول شكوى الناس بتشتكيها بتقول اه انا يائست مفيش فايدة نمرأ الشكوى التانية ابتدى يقوله الشاب دوت كيف اتوب وانا عاجز تماما عن القيام من سقطتي انا مش قادر ان انا اقوم اصلا من مكاني انا مش قادر فقال له البابا شنودة بتده هو يرد عليه كله بالآيات ورد الخطاب ده كله بالآيات قال انا الله هو العامل فيكم ان تعملوا وان تريدوا ابزل بس مجهود جهد شوية جهد صغير ابزل جهد القدام وربنا هيمدي ايده الشكوى التالتة قال حلتي رضيئة وفقد الامل انا خلاص انا حلتي قاله قاله عيش بارتو زي ما انت عيش لو انت حالتك وحش عيش في نفس الارمي نفسك في الكنيسة ما تبعدش عنه ولو انت صمارك 30% يعني عندنا احنا في الامتحانات لو حد جاب 30% سقط عند الله ناجح بالنسبة للدرجات الناجح وحتى 1000 الصمار فيه ناس هتجيب 30% فيه 60% وفيه 100% اللي جاب 30% بالنسبة لنا ده ضعيف جدا وقل من ضعيف جدا يعني حاجة خالص مفيش قال لا ده بالنسبة لي ناجح عند ربنا ناجح انا الوقت اجري مع حضرتك بسرعة جدا وساعدت جدا بجود حضرتك معي وبشكرك على روشدة الروحية اللي احنا اخدناها النهاردة مهان ساماد مونير الخدم بكنيسة الشهدة العظيمة لجرجس بقاليوب نورتنا مرة تانية صباح النوم شكرا صباح النوم اهلا بيك نخرج دلوقتي مع حضراتكم الفاصل وبعدها نرجع نتابع الفقرة التانية في حلقة النهاردة والدنيا فيها